يحكى أن امرأتين دخلت على القاضي ابن أبي ليلى وكان قاضيا معروفا وله شهرته في زمنه فقال القاضي من تبدأ؟ فقالت إحداهن ابدأي أنتي فقالت المرأة أيها القاضي متى أبي وهذه عمتي وأقول لها يا أمي لأنها ربتني وكفلتني حتى كبرت فقال القاضي لها وبعد ذلك جاء ابن عم لي فخطبني منها فزوجتني إياه وكانت عندها بنت فكبرت البنت وعرضت عمتي على زوجي أن تزوجه ابنتها بعدما رأت بعد ثلاث سنوات من خلق زوجي وزينت ابنتها لزوجي لكي يراها فلما رآها أعجبته وقالت له عمتي أزوجك إياها على شرط واحد أن تجعل أمر ابنة أخي زوجتك الأولى إلي فوافق زوجي على الشرط وفي يوم الزفاف جاءتني عمتي وقالت إن زوجك قد تزوج ابنتي وجعل أمرك بيدي فأنت طالق فأصبحت أنا بين ليلة وضحاها مطلقة وبعد مدة من الزمن ليست ببعيدة جاء زوج عمتي من صفر طويل فقلت له يا زوج عمتي فكان زوج عمتي شاعرا كبيرا فوافق زوج عمتي وقلت له لكن بشرط أن تجعل أمر عمتي إلي فوافق زوج عمتي على الشرط فأرسلت لعمتي وقلت لها لك تجعل أمرك إلي وأنت طالق ثم تزوجته فأصبحت عمتي مطلقة واحدة بواحدة أطال الله عمرك فوقف القادي عندما سمع الكلام من هول ما حدث وقال يا الله فقالت له اجلس إن القصة لم تبدأ بعد فقال أكملي قالت المرأة وبعد مدة مات هذا الرجل الشاعر فجاءت عمتي تطالب بالميراث من زوجي الذي هو طلقها فقلت لها هذا زوجي فما علاقتك أنت بالميراث وعند انقضاء عدتي بعد موت زوجي جاءت عمتي بابنتها وزوج ابنتها الذي هو زوج الأول وكان قد طلقني وتزوج ابنة عمتي جاء ليحكم بيننا في أمر الميراث فلما رآني تذكر أيامها الخوال معي وحن إلي فقلت له تعيدني؟ قال نعم قلت له بشرط أن تجعل أمر زوجتك ابنة عمتي إلي فوافق فقلت لابنة عمتي أنت طالق فوضع القادي أبو ليلة يده على رأسه وقال أين السؤال؟ فقالت العنبة أليس من الحرام أيها القادي أن نطلق أنا وابنتي ثم تأخذ هذه المرأة الزوجين والميراث؟ فقال ابن أبي ليلة والله لا أرى في ذلك حرمة وما الحرام في رجل تزوج مرتين وطلق وأعطى وكاله وبعد ذلك ذهب القادي إلى الوالي وحكى له القصة فضحق هذا حتى تخبطت قدماه في الأرض وقال قاتل الله هذه العجوز من حفر حفرة لأخيه وقع فيها وهذه وقعت في البحر